اشتركوا في القناة يعطيك مجموعة من الالوان كل لونين مع بعض به التناسق معين في الواجهة الرئيسية عندي على اللي صار هنا الصبغة بإمكانك تزيد من اللون أو تخلي اللون باهت على حسب رغبتك من البداية فهو رح يبقى معنا المتوسط هنا الإضاءة يعني على حسب اللي يتميل له لكن أنا بالنسبة لي خليها متوسطة طيب لو دخلنا على مثلا أي لون أو أي لونين متناسبين خلنا نأخذ هذا عندك تنقسم معك الشاشة لابسمين القسم الأول اللون الفاتح القسم الثاني اللي هو اللون الغامر في دائرة في كل قسم الدائرة اللي في النص هنا يعطيك إذا كنت رح تستخدم عنصر باللون الغامق على خلفية سادة من اللونين ذي أو العكس عنصر فاتح على خلفية غاملة طبعا كل لون يعطيك أربعة درجات عندك هنا اللون الفاتح لأربعة درجات من الأفتح إلى الأغمق فالأغمق فالأغمق تمام وهنا نفس الطريقة من الأفتح إلى الأغمق إلى الغامق في نفس الدرجة اللي اخترناه به مكانك تأخذ الغامق مع الفاتح على حسب ما تختار أنت ويناسبك لتصميمك تمام عندنا أكواد لكل لون مثلا أنا عجبني اللون هذا الغامق إذن هذه الأكواد حقته كود مباشر أو عن طريق وضع رموز ل RDB في كل لون هنا برضو البانتون نفس الطريقة بالنسبة لللون الفاتح تمام عندنا هنا خلونا ناخذ مثلا إذا حبيت أني أنسخ اللون الغامق خلونا ناخذ اللون هذا راح أضغط بس ضغطة واحدة بس هنا وتوجه على الفوتوشوب واضغط على اللون الأمامي هنا من هنا وللصقه في الخانة هذه على أساس يطلع لي نفس الدرجة اللي أنا اخترتها نضغط وكيه ولو سوينا بس تعبئة سيطلع لي نفس الدرجة اللي أنا اخترتها أرجع معنى ثانية ونختار ونختار مثلا لو حبينا نختار الاعدادات هذه أربعة ثمانية ثلاثين تسعة وخمسين أيضا من نفس الطريقة هنا وراح عبيها في هذا المكان طبعا لو لصقتها راح تلصق في نفس الخانة كلها لكن نحفظ الكود رجي بي أربعة ثمانية وبعده ثلاثين بعدين تسعة وخمسين ثلاثين تسعة وخمسين يعطي لي نفس الدرجة تمام طيب هنا نفس الطريقة بالنسبة لبانتون البانتون هذا خاصة بألوان الديهان للديكورات إذا حبيت أنه يكون ديكور محلك أو ديكور الغرفة بنفس الدرجة تطي الكود هذا لصاحب الشركة ويطلع لك إن شاء الله نفس الدرجة طيب في عندنا هنا قائمة منسدلة يحفظ لك التدرجين هذي بصيغة SVG والصيغة الثانية وهنا نفس الكلام بصيغة مختلفة هنا الgradient اللي هو يجيب لك تدرج لوني ما بين اللهم صلى محمد ما بين اللونين هذي لو نضغط عليها راح يبتهلي صفحة ثانية يعطيني تدرج ما بين اللون الفاتح والغامق وزاوية التدرج إذا حبيتها تكون تسسين درجة أو مئة ثمانين درجة أو صفر على حسب الزاوية التي تختارها أنت وعلى أساس تشوف شكل التدرج الخاص فيك تمام هنا نكمل هنا يعطيك إذا حاب تشوف شكل الصورة أفون هنا على نفس التدرج حلونا نرجع من هناك أحسن من هنا على أساس يعطيني نفس التدرج اللي نخترته ما يعطيني التدرج ثاني نضغط هنا نفس الصور يعطيك شكل دمج الصور مع التدرج اللي أنت اخترت أو مع الألوان اللي اخترت بإمكانك تستعرض صورة من جهازك عن طريق الضغط هنا أو هنا نضغط على الدائرة هنا ونأخذ أي صورة مثلا خلونا نأخذ صورة هذا الطفل شايفين دمج لياها على نفس هي اللون هذي هذي الميزة يكون عندك تصور لديكور المحل والهوية مثلا أو الله مسلم محمد دليل إذا كان عندك دليل وحاب تنسق الصور على نفس الألوان هذه فتأخذ تصور شكل عام على تدرجين اللي اخترت انته هنا برضو ميزة جميلة اللي هو كيف يطلع شعارك باستخدام تدرجين اللي أنا اخترت ها خلونا نختار مثلا بنادر طبعا هي الميزة هذه تحصل عليها مدهوعة لكن بس يعطيك تصور فالأخير أنت مخير هل أنت تأخذها بمقابل أو تتركها هذا هو مجرد ما تحط المؤشر على أحد الخيارات يعطيك اللون الشعار كيف يكون شكله راح أقول لكم كيف راح يكون شعار في الخطوة اللي بعدها الآن بس يعطيك المسمى وتختار الخط المناسب له تمام يعطيك خيارات كثيرة صراحة يعني فكرته جدا ممتازة خلونا خلونا ناخذ مثلا هذا لما نضغط يأتيك الخطوة الثانية اختار النشاط المناسب لك على اساس يأتيك ايقونة يتم إدراجها بجوار الشعار اللي أنت حاب يكون لك كشعار طبعا ما في أي نشاط مناسب لي هنا لكن رح استخدم مثلا نقول كاميرا إذا كان مثلا الشخص مصور يعطيك رموز للكاميرات في هذه الصفحة أنا ضغط مباشرة نسوي الرجوع يعطيك أكثر من شكل على سبيل مثال دعونا نختار شكل من هذه مثلا دعونا نختار في كاميرا ممتازة دعونا نختار هذه الآن يدرجها ب أعلى الاسم أو بجانب الاسم شايفين يعطيك إيقونات إذا كان لديك موقع يكون شكل الإيقونات بجهة الصورة الشعار بدون إيقونات هنا يعطيك الشعار بألوان مختلفة طبعا يضيف عليك 10 دولار إذا حاب أنك تأخذ الشعار وتشتريه هنا animation وهذا إذا حبيت أنك تشتري أو تنزل الشعار يقول لك بربعين دولار إذا اضفت له الانيميشن يقول لك 50 دولار طبعا الموقع جدا جميل يعني زي ما قلت في خيارات واسعة في ألوان جدا متناسقة بإمكانك نسق لونين لأي تصميم من تصاميمك عن طريق هذا الموقع إن شاء الله أني أفدتكم فيه وأضفت لكم شي جديد كان معكم أخوكم محمد الشهري ولا تنسون الاشتراك في القناة وعمل لايك ونشر هذا المقطع لمن يبحث عنه وصلى الله وبرك على نبينا محمد